السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ابلا منسى وخوتنا اللي في الغربة اول خبر نبدو به خوتي التابع دوما الى قضية سعيد بالرحمة حيث انه حسب سكاي سبور البريطانية يجري وسها محادثات متقدمة بشأن صفقة للتعاقد مع الجناح سعيد بالرحمة ممبرنت فورد مقابل 30 مليون جنيه سريني هل يمكن هنا تسأل موقع سكاي سبور البريطانية هل يمكن ان يتجه الجزائري الى المركز الثالث في قائمة اكبر انتقالات الى الدوري الممتاز من البطولة يعني مركز الثالث كثلاثين مليون جنيه سريني بعد واتكينس وبعد لاعبين اخرين وربما نشوف سعيد بالرحمة كمبلغ مالي معتبر يعني 30 مليون جنيه سريني لنادي والسعب في السابق خوتي تحدثنا على وكيل بالرحمة السابق وهو وارسام ايقال وعطينا اسم الشركة نتاعه واضكرنا انه هو الوكيل هذا هو وارسام ايقال اللي جاء بسعيد بالرحمة لبريطان فورد وبالادلة ودرنا قائمة تعملناها من عند الاتحاد الانجليزي ايضا تكلمنا انه وارسام ايقال الى غاية 2019 وهو وكيل سعيد بالرحمة ايضا قبل هذا وضحنا ايضا من هو الشخص المسؤول على الانتقاء والريكريت مونت يعني جوار اللي اللاعبين الخاصين في فرنسا المسؤول للانتقاء في نادي بريند فورد برندان برندان ماك فارلن برندان ماك فارلن وذكرنا ايضا الشركة اللي انضم لها سعيد بالرحمة انيكس بور مانجمنت في مارس 2020 وايضا كذلك قائمة بالموظفين والمسؤولين اللي ذكرناهم سابقا لكن للاسف لم نجد اسم الوكيل تاع اليوتيوب المذكور معروف لدره اشهار كبير وكيل اليوتيوب ملقيناش في قوائم انيكس بور مانجمنت موظفين ملقيناش ملقيناش في اي فوجة عديد من المواقع ايضا ملقيناش في موقع الاتحاد الانجليزي حوثنا بحثنا على كل الخوائم كل اسماء لم نجد اسم هذا وكيل اليوتيوب المعروف المشهور في اليوتيوب لم نجد اسمه اطلاقا بل وجدنا فقط بلما نذكره شركة برحمة والوكالة السابقين تاع برحمة وارسام ايقال وويليام صانتوز صاحب شركة اينكس بور مانجمنت هذا مذكر القناعة موجودين القناعة اللي اذكرناها سابقا عبدالجلي صرار الجزائري ممكن ممكن الوحيد اللي وجدت اسمه اللي معتمد من قبل الاتحاد الانجليزي اما وكيل اليوتيوب للأسف حوثنا حوثنا بحثنا 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 ممكنش بل الأدهى والأمر اننا دلنا فيديو سابق بحثنا حتى في الاتحاد الجزائري الاتحاد الجزائري ما لقيناش اسم الوكيل تاع اليوتيوب للأسف ما دلنا لعينا بحثنا ممكنش وكيل اليوتيوب هذا ملقيناش لماذا؟ لأنه وكيل اليوتيوب ارتبط اسمه بشركة الوكلاء تعب الرحمة بحثنا في شركة الوكلاء تعب الرحمة كما قلتو نعاود كل موظفين ملقيناش اسم الموظف هذا انتع لي اليوتيوب شركة اللي يهضروا عليه تعووكي اليوتيوب بحثنا ملقيناش بحثنا في الاتحاد انجليز نقرار ونعاود ما كانش وخليناكم الروابط سابقا ونزدنا نخلوكم حتى الروابط ما عدنا حتى مشكل ملقيناش ملقيناش اسمه وكيل اليوتيوب حتى في شركة الوكالاء مثل ما يدعون انه يخدم في شركة الوكالاء تاسعيد بالرحمة شركة الوكالة تاسعيد بالرحمة ذو كالحد ساعة عنده شركة واحدة لمنضم لها هي انيكسبور ماناجمنت ما كانش الوظف هذا ما كانش احنا ما طلبناش مساحل قلنا ديرونا غير صورة صورة لصاحب لهذا وكيل اليوتيوب داخل مقر الشركة فقط لكن ما كانش مراوغات فن المراوغات احنا خاطين اخوتي مراوغات ما نحبوهاش عدنا معلومة نديروها ما عدناش الله غالب ما نكتبوش على الناس نجتهدنا بحثنا معلومة لكن قال لي وقتلك وقالوا لي وهذاك احنا خاطين احنا نضرب القوانين ايعقل يا ناس ايعقل يا ناس في سنة 2020 احنا داخلين ان شاء الله سنة 2021 انه لاعب يشروه ويمضيولو يمضيولو بلا موافقا تاعو كنوا عاقليين القوانين واضحة جدكم حتى القانون اللي ذكرتو القانون تاعل فيفا اللي تعتمد عليها الاتحاد الانجليز افا اللي تقول باللي ممنوع على اي نادي يتفاوض مع لاعب تابع النادي معين بدون الرجوع الى ادارة الفريق ولا الفريق اللي يلعب فيها ذاك اللعب هذا ولا من خلال الوكالاء ان تعود لا لازم تتفاوض مع النادي إتشيلسي تريد بالرحمة , تفاوض مع برينتفورد أرسونال تريد بالرحمة تتفاوض مع نادي برينتفورد استحام تريد بالرحمة تتفاوض مع برينتفورد إلخ 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 demanding يعني أمور واضحة بالقوانين وبالأدلة أما قال لي وقلت لك وقالوا لي وهم يقولوا هذا كلام المقهة إحنا ما نقولوش به كلام مقهة يبقى في المقهة ما عليش نريحه في المقهة ونقوله قال لي وقلت لك هذه ما ما مش مشكل لكن كنا نحضر معلومة معلومة نجيبوها ما عليش نجتهدو يخطأ الإنسان ويصيب نجتهدو نجيبو المصابر ونبعثو وهذه هي ممكن نخطقو مش عيب صح قال لي وقلت لك باللهي عليكم نحن نعرف ذلك اللوشيك شوية ماذا يقول لك تجيبو لي لعب جزائري يرفض الانظماب لنادي تجيبو لي لعب جزائري اللي يلعب الآن في المنتخة الوطني في البطورة الجزائرية اللي ينشطه في أوروبا في فرنسا تقولوا تجيبو هاي انسانيك يقول لك لا لا ما نلعبش حب نلعب مع أرسونات تقولوا شوية اللوشيك لا نحب دوشكي معك تقولوا اللوشيك بل كانت لاعب جزائري تقولوا تجيبو ينسانيلك وما يقبلش ولنبارد عيطو ولنبارد قلتها ونعودها مالغار مرة أراكم تلعبوا في دوري انجليزي ممتاز أخيو تراكم تتبعوا في دوري انجليزي ممتاز بريمير ليغ من أقوى الدوريات في العالم في فتاعترف به أسكل في فتاعترف بنادي عيط الجوار ولا لاعب مدربي عيط اللاعب يقولوا نسانيلك وتجيبو يروح معي مستوى عخرتي المهم تحدثنا في الفيديو سابق أنه سعيد بالرحمة ربطوا اسمه بوستهام سابقنا فيديوات سابقة نظرا إلى أنه وكيل ويليام صالتوز هو وكيل سعيد بالرحمة وتربطوا علاقة بنادي وستهام اليوم راح أنه نعطوكم بعض الحقائق لتأكد لماذا تم ارتباط اسم سعيد بالرحمة مع نادي وستهام وكريستال بلاس مدر الأخيرة نبدأوا بوستهام وبعدها نذهب إلى كريستال بلاس نعطوكم بعض الحقيق التي جبناها من بعض المواقع المقربة جدا جدا لوستهام هاميرز نيوز هاميرز نيوز هاميرز نيوز تابع نادي وستهام قائمة اللاعبين التي يديرها الوكيل في مركز خطط نقل وستهام ويليام ويل سالتوز ويليام سالتوز يقال أن العميل كل شيء تلقوه بالروابط خيبتي دايما نعطوكم بالروابط يقال أن العميل وكيل ويل سالتوز متورط بشدة في خطط نقل لاعبين وستهام وفقا لفوتبال انسايدر فإن الوكيل سالتوز هو الوكيل المفضل لملاك النادي المشتركين دافيد سيلفيان ودافيد جولد يعني صديق والوكيل المفضل لهم دايما يتعاملوا معه رؤساء الملاك النادي الملكي النادي والسهام دايما يحبوا يفضلوا إنهم يتعاملوا مع وليام سالتوز وليام سالتوز صاحب شركة إنيكس بور ماناجمنت اللي فيها سعيد بالرحمة باش نستفهم برك يعتمد واسهام الذي يعاني من ذائق مالية على الوكيل المفضل على خطط التحويل تم إخبار مدير فاني والمدرب واسهام دافيد ميو مويس أنه يجب عليه البيع لشيراء لاعبين وفقا كلارت هيك ولكن مع مرور ست أسابيع فقط على بداية الموسم الجديد فإن ذلك سيجعل مهمة الأسكوتلندي أكثر صعوبة لذلك قد يعتمد مويس واسهام على سالتوز صاحب شركة إنيكس بور ماناجمنت اللي هي مسؤولة على سعيد بالرحمة على سالتوز الذي يدير وكالة إنيكس بور ماناجمنت للمساعدة يدعى أيضا موقع فوتبال إنسايدر أن سيليفيان وسالتوز قاموا بالكثير من الأعمال معاً في السنوات الأخيرة حتى موقع فوتبال إنسايدر يقول أن سالتوز ساعد في التوصف العديد من الصفقات أثناء الاحتفال مع أبناء سالفيان جاك وديف في لندن وإيبيزا نجم واسهام ميكايل أنطونيو لعب هذا تعويس هام وزملائه أرون وكريس ويل ورايان فريدريكس ودارين راندولف كلهم مع وكالة سالتوز يعني مع وكالة إنيكس بور ماناجمنت لقد نظرنا إلى أفضل 15 لعب يمثلهم سالتوز من حيث قيمة التحويل باستثناء اللاعبين الموجودين بالفعل في ويست هام مثل كالوم ويلسون وسعيد بالرحمة تم ربط البعض بحركات دائمة إلى ويست هام ديلي ميل واسكاي سبور مثل ما تشاهدون مويس يريدوا التوقيع لبالرحمة بعد بيع بعض اللاعبين حسب الديلي ميل أفضل 15 لعب من حيث القيمة باستثناء اللاعبين ويست هام مرتبطين بشركة إنيكس بور ماناجمنت اللي مرتبطين بلي ويليام سالتوز بالشركة التيعه أرم بيساكا رايان سيسخون كارلوم ويلسون داويد بروكس ريس جيمس دوايت مكنيل جامال السيس طوم كاليرني اندروس تاوسند سعيد بالرحمة جيفري شلوب دوايت جايل أكسل طوان زي بادون دياي هذو ما اللي يشرف عليهم ويليام سالتوز هنال المقالي أكد باللي تربط علاقة بين ويليام سالتوز مع الرؤساء ملاك نادي والسهم علاقة ممتازة لا جيدة يعني يتفاوض معه ويرجع للنادي برينتفورد أيضا يتفاوض معه على القيمة وربما النادي برينتفورد ما يبغيش القيمة المبلية المعينة مثلا النادي برينتفورد يريد 40 مليون أورو مثلا نادي والسهم يريد 30 مليون إلا ما وصلتش المبلغ المراد منحه لبرينتفورد هي برينتفورد يعني اللي يبقى في نادي برينتفورد لأن المبلغ ما وصلش مبلغ اللي بغيته إدارة نادي برينتفورد باش الصورة توضح صحيح يساعد الوكيل يساعد يعاون لما يكون في علاقات عنده علاقات ممتازة مع ملاك نادي والسهم نرجع لماذا أيضا وليام صالتوز عنده علاقات بكريستال بلاس ولماذا سعيد بالرحمة وثبت اسمه أيضا بنادي كريستال بلاس وليام صالتوز كان يشرف على لاعب وليفريد زاهال نعرفوه لاعب إفواري لكن كان زاهال يريد الانتقال لنادي أرسنال ومبعدها وقعت مشاكل بين الوكيل وليام صالتوز مع وليفريد زاهال لأن زاهال كان يريد بصفة رسمية يريد الانتقال لأرسنال لكن الصفقة لا تمتش من بعدها لماذا لا تمتش لنظرا إلى العلاقة المتميزة بين رئيس فريق كريستال بالاس مما عطل انتقال زاهة إلى أرسنال وبعدها ما تسبب في انفصال وكيله السابق سارتوز على زاهة هذه لنربطوها بكريستال بالاس وليام سارتوز عنده علاقة أيضا ممتازة مع كريستال بالاس الشيء الآخر اللي ربطوه بتشيلسي وسينيالو تشيلسي قلتها ولعودها مكانش لاعب جزائري يلعب سواء في الجزائر ولا في أوروبا ولا يلعب في المنتخب الوطني يرفض عرض تشيلسي مدرب تصريح المدرب طوماس ينفي توقيع اللاعب مع تشيلسي هذه سابقا عندها أو انضمامه لشيلسي ويرى أنها مجرد إشاءة حيث يقول المدرب متعجب متعجب بالرحمة في تشيلسي بالرحمة في تشيلسي بصراحة لا يوجد شيء رسمي كيف منها؟ حتى منسق رياضة مسؤول في النادي منسق رياضة في النادي الذي من حيث المبدأ يجب أن يكون أول من يعلم يعني مش كنت ناظر قبيل بكانش منها تفاوضة بمتسرية ولو ومجباغي بكانش حاجة منها هذه ترجع دائما لنادي برينتفورد أي مفاوضات تمشي على مبدأ أنه لازم تشرك النادي لازم تشعور مع النادي برينتفورد باش تم الصفقة باش صفقة من طرف واحد يجب أن يكون أول من يعلم لم يخبرني بأي شيء لا أعتقد أن هذا صحيح إنها شائعة يشائعة يعني أعتقد أنه من السهل معرفة أنه ليس صحيح يعني حاجة سهلة تعرفها بالرأيي بكاش مالعا هذه مقابلة جرات مع وست لندن سبورد لها زيتها جريدة كومبيتيسون جزائرية المقابلة مع وست لندن سبورد المختصرة مفيد باش نكمله ونختمه في النهاية نتمنى التوفيق لسعيد بالرحمة إن شاء الله ينظر في وست هام أو في كريستال بالاس أو إن شاء الله تتم الصفقة حنا وش يهمنا نشوفوا اللعب الجزائري في البريمير ليل لكن نكونوا سراحة لما نخطأوا نقولوا خطأنا مش عيد نعترف بالخطأ نتاعي كلنا خطأي نخطأوا كلنا نخطأوا وكلنا نغلطوا مش عيد لكن إننا نجيبوا ناس ونصوروهم كوكلاء ويخدموا في شركة تعب الرحمة وشركة وكذا وكذا في اليوتيوب ويعطونا معلومات اللي ما تعطيها لكش سكاي ما تعطيها لكش الديلي ميل The Mirror The Telegraph The Time The Sun سعادة الإنجليزية القوية ما تعطيها لكش ما تعرفهاش لكن وكيلي اليوتيوب يعرفها وقاضية أمضى سنياولو في تشيلسي وهو موشوباغي راح الأرسنال قلتكم ونعودوا أرجعوا للقوانين ويخفاكم من القيل والقال وقالوا لي وقتلك وقالوا لي قتلك وقالوا لي وقالوا تبقى في المقهى تبقى في المقهى وبجلنا ختمونا نتمنى التوفيق لسعيد بالرحمة ملتقنا مع مزمين فيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته